خلينا نبدأ كالمعتاد بالترندات إيه اللي ترندنج النهاردة برضو ترندنج مسلسل الاختيار ما شاء الله الحقيقة لأنه الاختيار من الحلقة الأولى وهبادئ بقوة ومخلينا كلنا بنتابع الأحداث وإحنا مجدودين وخصوصا أنه كمان المخرج المتميز بيتر ميمي المشاهد اللي استخدمت من الاختيار واحد في إطار المعركة النهاردة اللي كنا بنتابع بقية تفاصيلها في الحلقة التانية في منطقة شمال سيناء ده خلينا كلنا الرابطة دي كلنا شدتنا بشكل كبير جدا الحقيقة أحداث المسلسل كمان غير أن الواحد بيتابعها بشغف عشان يشوف الأحداث اللي كان معصرها إلا أن الواحد بيبقى مشدود هو عمال يتفرج مع كل رصاصة رايحة جاية الواحد بيبقى مشدود شدة قوية جدا عشان كده ده بيترجم على طول الترندس سواء على مستوى تويتر أو على مستوى جوجل ترندس والحاجات الأكثر بحثا طبعا زي ما قلت لحضراتكم مبارح الموضوع ده بتغير تقريبا كل نص ساعة كل نص ساعة بتلاقي الترندات بتطلع والترندات بتختفي أو بتقل أو بيقل التفاعل عليها وما إلى ذلك إنما الاختيار حاضر منذ الصباح الحقيقة حتى عايز أقول لحضراتكم على جوجل ترند جزء من المصطلحات السورش اللي موجودة مسلسل الاختيار اتنين الحلقة الأولى يعني لسه فيه ناس بتدور على الحلقة الأولى اللي أذيعت بالأمس طيب عندنا كمان أحمد ميكي نجم أحمد ميكي من الحاجات الأكثر بحثا على جوجل جوجل ترند وده بحكم حاجتين الحقيقة الحاجة الأولانية أحمد ميكي عمل دور أكتر من رأة في مسلسل الاختيار طبعا كريم عبدالعزيز ما فيه شك فيه شك راجل يعني نجم له كارزمة خاصة إنما ميكي كمان لأنه الناس اعتادت عليه دايما فيه الأدوار اللي هي الكوميدي واللايت كوميدي إنما دوره في مسلسل الاختيار مختلف تماما متميز بشكل رائع إتقانه هو بتكلم اللغة السينوية شيء بديع الحقيقة الحاجة التانية اللي كانت سبب وجوده على الترند إنه وده الحقيقة يرفع القبعة لكل صناعة هذا العمل إنهم أهدوا هذا العمل الاختيار اتنين لروح الأستاذ هادي الجيار رحمة الله عليه وميكي الحقيقة نزل صورة لي مع أستاذ هادي الجيار الله يرحمه وقال للناس كلها يعني يا ريت تدعو الأستاذ هادي الجيار ده برضو هنتكلم عنه بالتفصيل بعد قليل لأنه أستاذ هادي الجيار ليس فقط من الحاضرين الغائبين على مستوى المسلسلات الأخرى أيضا الموضوع ده كان موجود معنا بشكل أو بآخر فده هنتحدث عنه بعد قليل طبعا عايز أقول لحضراتكم اللفت انتباهي في أحداث الحلقة الأولى والحلقة التانية من مسلسل الاختيار إنه بنشوف زاوية تانية مختلفة تماما محدش فينا كان على درابية محدش فينا من ناحية إحنا كمواطنين إحنا كلنا كنا مركزين في أنه يلا جماعة وهننزل ونشيل هذه الجماعة من الحكم والسحاب السوداء اللي جات على مصر ومصر مش هتتسرق مننا ونزلنا وتوكلنا على الله والحمد لله ربنا كتب لنا النصر بأن احنا نسترد بلدنا إنما التفاصيل اللي بدأنا نشوفها في الحلقة الأولى والحلقة التانية لحد الوقتي بس كم ما كان يتم التدبير ليه عشان يحصل عشان يحصل سفك دماء للمصريين ما بين وده الحقيقة خلينا نرفع قبعة من القلب ونواجه كل التحايل لرجال الأمن على فكرة العبوات الناسفة اللي العناصر الإرهابية حاولت تزرعها في وسط الأماكن اللي كان فيها تجمع المصريين سواء في مطقة الكربة أو غيرها من المناطق عشان يعني لحظة لما يحسوا إنه في قلق مرسي بيتشال لي مويته المصريين وإزاي رجال الأمن يعني ما كانوش بيناموا في اللحظات دي عشان يبدأوا يرصدوا كل هذه التحركات ويربطوا الخيوط ببعضها عشان يلحقوا أي مصيبة لقد الله قبل ما تحصل ده كل كوم والكوم التاني بقى اللي بيحصل كان في شمال سيناء برضو إحنا بنتابع التفاصيل حجم من المجهود الذهني والبدني والعقلي من كل الأجهزة الأمنية يعني خلينا نقول ربنا حفظ البلد دي بعد ربنا سبحانه وتعالى مجهودات رجال الأمن وكل أجهزة المعلومات وده إحنا لسه بنقول إيه شفنا نبزة في الحلقة الأولى والحلقة التانية